موسيقى اهلا بكم وفق تقارير كاذبة وادعاءات باطلة غزة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العراق في عام 2003 رافعين شعارات الحرية والديمقراطية وتوفير العيش الرغيد للعراقيين 18 سنة مرت على الغزو ولم يتحقق شيء من تلك الشعارات لكن ثمت اشياء اخرى تحققت اهمها تدمير البنية التحتية للعراق بالكامل حل الجيش والشرطة تشكيل حكومة موالية للمحتل 100% وتسليم مقدرات البلد لايران وفق سياسة التخادم المشتركة حرب غير قانونية هكذا يصفها معظم المسؤولين الامريكيين وفق صحيفة ديفينس نيوز تجاوزت كل الحدود وضربت الاعراف الدولية عرض الحائط لتقتل وتعتقل وتشرد ملايين العراقيين غزو أصبح وصمة عار في تاريخ امريكا وبريطانيا الأسود في استهداف الأمم والحضارات واستهداف أبنائها وترواتها على حد وصف هيئة علماء المسلمين في العراق فتسبب ذلك الغزو في تغول الميليشيات الإرهابية وارتكابها أبشع الجرائم برعاية أمريكية بريطانية إيرانية اليوم مشاهدين الكرام نضع تحت الضوء أهم الآثار التي خلفها الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق وحجم ومسؤولية تلك الدول عما جرى ويجري للعراقيين وإلى أي مدى تأثر المشروع الأمريكي بثورة تشرين العراقية هذه المحاور نناقشها مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء ولكن نتابع بداية هذا التقرير 18 عاما مرت على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 بحجج واهية وتقارير كاذبة نتج عنه قتل وجرح وتهجير الملايين من العراقيين الحرية والديمقراطية والرخاء شعارات جوفاء كانت تحميلها القوات الغازية تخبئ خلفها تدمير العراق بشكل كامل دون رحمة فقد أطلقت إدارة بوش حربها بناء على كذبة نمقتها بوعود وهمية لكن هذه الحرب كانت أكبر كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية في القرن الحادي والعشرين وفقا لصحيفة ميليتري تايم الأمريكية فيما وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق الغزو الأمريكي البريطاني بأنه وصمة عار أخرى تضاف إلى تاريخ أمريكا وبريطانيا الأسود في استهداف الأمم والحضارات واستهداف أبنائها وثرواتها فقد أصبح العراق بعد الغزو من أكثر الدول خطورة بسبب انتشار الميليشيات الإرابية فيه وممارستها التغييب والقتل والتهجير وإيغالها في ارتكاب جرائم الحرب فما زال العراق تحت سطوة النفوذ الأمريكي المذل والتغول الإيراني الذي يجاهر أصحابه بكل وقاحة بأن العراق أصبح من الولايات التابعة له وأنه خط الدفاع الأول عن إيران بفضل أحزاب السلطة الحالية معظم المسؤولين الأمريكيين يعترفون أن الحرب على العراق كانت غير قانونية بحسب صحيفة ديفانس نيوز لكن الحرب قامت وما زالت تداعياتها وآثارها تلقي بظلالها على العراقيين لا سيما منبثق من حكومات تخدم المحتلين وتقتل وتهجر أصحاب الأرض بشكل ممنهج تم صناعته قبل سنوات من الاحتلال بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة وهم كل من من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل ينضم معنا عبر سكايب مرحبا بك أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بكم وأيضا الأعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زيادة سنجر ينضم معنا عبر الهاتف أو عبر سكايب عفوا من بينا مرحبا بك أستاذ زيادة أهلا وسهلا أحياتي لكم وأيضا ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد جواد فارس من لندن أستاذ محمد جواد مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا أهلا بكم ضيوفي الكرام أبدأ معك عبر سكايب من عمان أستاذ عبدالقادر النايل يعني ما هي دوافع على الولايات المتحدة وبريطانيا لاحتلال العراق عام 2003 الأجواء التي كانت حينها تروج الولايات المتحدة لضرورة نقل الديمقراطية والحرية للعراق أنذاك وضرورة تخليص العراقيين من معاناتهم المستمرة هل لك أن ترجع بنا الذاكرة إلى ما قبل عام 2003 وكيف كان التحشيد لاحتلال العراق وتدميره أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيوفك الأعزاء من المعلوم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية قبيل الغزو على العراق كانت تحشد الرأي الدولي على أن العراق يمتلك سلحة الدمار الشامل وأنه يدعم منظومة الإرهاب في العالم وبالتالي أصبح النظام العراقي آنذاك خطرا على المنطقة والسلام الدوليين والأمن كذلك وبالتالي تحذر من أن هناك إذا ما تم إنهاء عملية السلاح الدمار الشامل في العراق فأنه ستكون تداعياته خطيرة ورغم كل هذا التحشيد الأمريكي على العراق لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من تصويت مجلس الأمن الدولي على شن حرب على العراق بل بالعكس فشلت وقد شهدنا مدن العالم كيف تظاهرت ضد بداية العدوان والغزو الأمريكي البريطاني الإيراني على العراق لأنه أنا دائما أقولها بصراحة أن الغزو لم يكن فقط بريطانيا وأمريكيا نعم تحشدت معه دول لكن إذا ما رجعنا بالحقائق التي تكشفت في اجتماعات السويد نرى أن الغزو تمثل في ثلاثة رؤوس للشر وهي الإدارة الأمريكية وبريطانيا والإيرانيين لذلك هم حشدوا بكل الأطر على احتلال العراق وهنا أعيد بالذاكرة أيضا إلى ما قاله خاتمي أو وكيله أنه لو لا طهران لما سقطت بغداد على هذا الأساس فكانت الأجواء مشحونة باتجاه تغذية أن العراق يمثل خطرا كبيرا على المنطقة وبالتالي بعد أن شنوا عدوانهم وغزوهم الباطل على العراق وبالتالي استخدموا جميع الأسلحة الدمار الشامل هم أنفسهم منذ اللحظة الأولى على العراقين وقتلوا الأبرياء تضح تماما أن العراق لم يمتلك لا أسلحة دمار شامل ولم يكن له علاقة لا بالإرهاب ولا بغيره إنما كانت حججا كاذبة قبيل الاحتلال وحتى يحفظوا ماء وجوههم شنوا كلاما على أنهم يريدون ترسيخ الديمقراطية في العراق وأي ديمقراطية يتكلمون عليها وهم جاءوا بالاستبداد وبالقتل وبآلة الدمار وتدمير بلد ممتد الحضارة وما نعيشه اليوم بعد ثمانية عشر عاما من الاحتلال نعيش نكبات على جميع المستويات لا زال البلد يأنه تحت وطأة الاحتلال المركب الأمريكي والإيراني ولا زال البلد حقيقة منهار بجميع مستوياته ولا زال هؤلاء أدعياء الديمقراطية يسلطون على البلد هؤلاء الذين جاءوا معهم آبان الغزو ودخلوا من إيران ودخلوا من مناطق أخرى وسلموهم السلطة في العراق وهم يفشلون في كل عام بل أصبح العراق بلدا منهارا في جميع مستوياته الصحية والتعليمية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وبدل ما كان العراق منارا للعالم بالعلم أصبح اليوم أبناءه يهاجرون وأصبح أبناءه ينزحون ويسكنون في خيم والكل يعاني في مأساة حقيقية هذا ما خلفه الاحتلال وهذه ما خلفته الديمقراطية التي زعم ترسيخها ولا أعلم لماذا هذه الأحزاب فقط هي من تدار في كل أربع سنوات هل الشعب العراقي لهذه الدرجة والعالم يعلم نباهة الشعب العراقي هل الشعب العراقي لهذه الدرجة أنه لا يفهم بإعانة هذه الوجوه بالتالي يبين أنه لا ديمقراطية في العراق وأن هؤلاء يحكمون بشكل ديكتاتوري ابقى معي لو سمحت أستاذ عبدالقادر أنه سأعود إليك مرة أخرى أستاذ زياد سنجري مرحبا بك مرة أخرى شهد العراق واحتلال العراق أكبر عملية قتل وتصفية لأنخب المجتمعية وحل مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة الجيش وعمليات قتل وتهجير كبيرة لنرجع إلى عام 2003 الكثير من يتساءل هل تم استهداف العراق في هذا العام تحديدا أم قبل العام 2003 نعم تحياتي لك آف الكريم الحقيقة استهداف العراق كان ضمن مشروع ومخطط معد مسبقا وقبل سنوات طويلة خاصة مع بداية تبلور المشروع العراقي ونهوف العراق وتأميم النفط وبناء منظومة صادية وأمنية وعلمية وخدمية متكاملة في داخل العراق لذلك استهداف العراق لم يأتي وليدة اللحظة أو الصدفة مثل ما يتخيل البعض وإنما جاء نتيجة استهداف هذا المشروع القومي هذا المشروع الكبير العلمي الكبير الذي أراد أن ينهب بالعراق وبالمنطقة والانتقال من مرحلة الدول العالم الثالث النهم إلى الدول المتقدمة وتحقق للعراق ما لم يتحقق لكثير من الدول التي كانت تحلم أن تصل إلى مستوى ما وصله العراق عندما قضع للأمية وقدم الخدمات وانتعش الاقتصاد وبناء منظومة عسكرية متكاملة وبناء منظومة اقتصادية هائلة لذلك نجد دينار العراق كان متقدم على بقية العملات في العالم وكذلك الجواز العراقي الذي كان من أفضل الجوازات في العالم في ذلك الوقت وكثير من الأمور يطول شرحها لكن الحقيقة هذا الأمر لم يرد للإدارة الأمريكية والهيمنة الاستعمارية في ذلك الوقت وبنوا مشروع متكامل لجر العراق في أدون حروب فرضت علينا عندما تدخل تدخلت إيران في أشياء الداخلية وعندما جاء الخميني على مدورة طائرة فرنسية واستطاع الخميني أن يبدأ حرب طالت لثمان سنوات حاولوا فيها تأخير نمو المشروع العراقي والعربي والقومي والذي بدأه العراق لذلك استكمالاً لهذا المشروع الحقيقة بدأوا في عام 1991 ثم الكل يعلم بأن عام 2003 جاء من نتيجة التحصيل حاصل باعتبار أن وقد المشروع وصل إلى نهايته ولذلك أول ما بدأت القوات الأمريكية باحتلال العراق بناء على كذبة مشهورة وهي ابتلاك العراق لأسلحة دمار شامل تبين فيما بعد بين كل ذلك ثم انتقلوا إلى كذبة أن العراق يدعم الجهات الإرهابية الدولية في العالم وأثبت ذلك بدأ للقاطع أن هناك هذه أيضاً كذبة حتى قالوا أنهم سينشرون الديمقراطية في داخل العراق وتبين أن الديمقراطية هي السلاح المنفلد والقتل والاعتداء على الجيران وقتل المواطنين وتشريدهم وهناك لدينا الملايين من الأرامل والأيتام في داخل العراق والمهجرين في داخل وخارج العراق والأميين في داخل العراق بدأوا في منظومة فاسدة عندما استطاعوا أن يحتلوا العراق وحل الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية المتمكنة كانت في ذلك الوقت والمهنية ولكنهم استطاعوا أن يحلوا كل ذلك بقرار من الحاكم الأمريكي بولو بريمار ثم يبدأوا أحد جديد أحد المافيات والعصابات أحد الميليشيات وأحد القتل حتى استطاعوا أن يدمروا العراق واستطاعوا أن يقتل علماء والمفكرين وأن يجعلوا من الشباب العراقي همه الوحيد الهجرة إلى خارج العراق ثم دخلوا في أتون الحرب الطائفية عندما أسسوا مجلس الحكومة الذي أسس الحرب الطائفية لاحقاً واصطنعوا المشاكل ما بين أبناء الشعب العراقي المتعايش منذ مئات وآلاف السنين ولكنهم استطاعوا أن يخلقوا تلك الفتنة بمساعدة إيران وعسكرت المجتمع وإنهاء العلم والتطور وإنهاء كل مظاهر الرقي في داخل المجتمع العراقي من ثقافه ومن ثلون ومن عمار وبناء وجعلوا من العراق مرتع للميليشيات والعصابات والمافيات التي أحرقت الحرث والنسل في داخل العراق ودمرت العراق ولربما كل الإحصائيات العالمية والدولية تشير إلى تراجع العراق دائما ما يتذلت يتذيل الترتيب في كل شيء في الجواز العراقي في مستوى التعليم في دراجع الجامعة العراقية وكل مناحي الحياة الأخرى حقيقة صور مؤلمة لا تختصر في دقائق ولكن أستاذ زياد استجمعت هذه الصور وذكرتها لنا وبكل ألم طبعا نستذكر هذا الأمر أستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي ينضم معي من لندن ورحم بك مرة أخرى أستاذ محمد لماذا أرادوا تدمير العراق وقتل أبنائه طبعا بالتأكيد يجب أن نتذكر جيدا أن هناك مخطط إمبريالي صيوني كشف عنه هنيري كيسينجر في السبعينات في كتاباته أن الشرق الأوسط هو منطقة غنية بالبترول ومن أجل حماية تولة الكيان الصهيوني يجب استغلال هذه المنطقة من أجل هيمنة والسيطرة عليها وبالتالي هذا المخطط أصبح قيد التنفيذ بعد أحداث أيلول التي جرت في الولايات المتحدة ومجيء جورج بوش إلى السلطة بحيث وجدوا أن هناك أعذار اختلطوها وهي الأعذار الكاذبة التي أكد كولين باو وهو صاحب المشروع الذي تحدث فيه من مجلس الأمن أن هناك مختبرات يقوم فيها النظام العراقي من أجل إيجاد صيغة لأسلحة الدمار الشامل متجولة في المناطق وهذا ما حصلوه من عملائهم اللي موجودين بالخارج ظللوا فيهم والمعارضة العراقية لعبت دور قذر في هذا الاتجاه وهناك أشخاص آخرين عندما كانت هناك فرق تفتيش متواجدة في بغداد ومنها البرادعي كان يتحدث بأن العراق متعاون ولكن عندما يخرج إلى الخارج يقول أن العراق غير متعاون وهذا مما أنطى ذريعة للأمريكان وحلفائهم من أجل ترتيب قضية غزو العراق واحتلاله ومن ثم تقويض الدولة العراقية على هذا العساس وجرى فعلا أنه جاءوا بعملاء هذه معهم مع الدبابة الأمريكية وسيطروا على الوضع وللأسف كان من المفروض على النظام السابق أن يتخلى عن كثير من القضايا من أجل توحيد شعب العراق بالتصدي للاحتلال لكن هذا لم يجري وهو أن الوحدة العراقية لم يكن متوهي موجودة أستاذ محمد كما هو معلوم يعني أن العراق تم احتلاله بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل برأيك لو لم تكن هذه الحجة متوفرة ألا تعتقد أنهم ربما يختلقون حجة أخرى لاحتلاله وتدميره بالتأكيد لكن وجدوا من يسير لهم هذه الحجة حتى أنه عندما هرب حسين كامل إلى الأردن وأنتم تتذكرون جيدا وشعب العراقي تذكر قال لا تصدقوا بالنظام لأن هناك أسلحة موجودة بالأماكن المتواجدة كذا وكذا وأعطى وسائق وأجل المخابرات الأمريكية من أجل ضرب وهم شادون بالتأكيد لضرب العراق لماذا أستاذ محمد لماذا برأيك أرادوا تدمير العراق على هذا النحو بعد 18 سنة الخراب والدمار وتدمير البناء التحتية هذه أهداف وضعها المحتل للعراق لماذا العراق تحديدا العراق لأنه موقع الجغرافية أولا وجود الدفع ثانيا اعتبروا أنه العراق بعد أن خرج من الحرب العراقية الإيرانية وأصبحت إمكانية هائلة للجيش العراقي كانوا كانوا يخافون أن هذا الجيش ممكن أن يحدث لأن يجري في مناورات ضد النظام الكيان الإسرائيلي وفعلا هذا الذي جرى في قصص النظام للكيان في صواريخ متعددة مما كانوا يرغبون في تحطيم الدولة العراقية جيشا وحكومة وشعبا حتى يتم لهم السيطرة بحجة طبعا كما هو معروف أن هناك مخطط جاءت فيه كوندليزا رايس وهو الفوض الخلاقة نهب نهبوا نهبوا العراق بسروته وبآثاره وسرقوها وجاءوا إلى العراق من أجل حل الجيش العراقي أولا حتى لا يكون هناك مصور لهذا الجيش بأن يقوم بأي عملية ضد الكيان الصهيوني وهذا ما جرى نعم اسمحني ننتقل أستاذ محمد إلى الأستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والباحث السياسي العراقي عبر سكايب من عمان أستاذ عبدالقادر النايل يعني حل الجيش العراقي هذه المؤسسة العسكرية التي لها تاريخها طويل تشكيل الميليشيات كلها أحداث توالت بعد احتلال العراق عام 2003 ما نراه الآن من مظاهر انتشار السلاح المنفلت غياب القانون تسيس القضاء بحسب ما يصف الكثير من المحللين والمتابعين للشأن العراقي يراه أهدافاً وضعها الاحتلال الأمريكي حينها من وجهة نظرك يعني ما هي الآثار التي خلفتها هذه الإجراءات الأمريكية بتشكيل حكومات متعاقبة منذ عام 2003 وإلى الآن وحل مؤسسة الجيش العراقية وتشكيل الميليشيات ما هي الأثار التي خلفتها من وجهة نظرك أستاذ عبدالقادر تسمعوني إذن ربما الصوت لا يصل بشكل جيد لأستاذ عبدالقادر السؤال يعني محول إليكم أستاذ زياد سنجري من وجهة نظرك كيف تنظر إلى الأمر تشكيل الميليشيات في العراق في زمن بريمر الحاكم الأمريكي الآن آثارها كيف تجدها الآن هذه الآثار التي خلفت المزيد من عمليات التهجير المزيد من عمليات التغيير الديمغرافي نعم الحقيقة استطاعت الإدارة الأمريكية استجمع كل المافيات والعصابات والخارجين والقانون والسرار والنهار والمختلسين والهاربين من العراق بتحت ما يسمى مؤتمر المعارضة الوطنية حتى بثقت منه مجموعة من اللصوص حكموا العراق وهذا ما قاله سيد طارق عزيز في أحد المقابلات على أحد القنوات قالوا لماذا لا تتفاوضون مع المعارضة العراقية قال أين هي المعارضة العراقية لا يجد لدينا معارضة عراقية هؤلاء مجرد لصوص وهذا ما أثبته التاريخ وربما اليوم نجد بأن كلامه سيد طارق عزيز رحمه الله كان دقيق جدا بحيث أن ما حدث اليوم من سرقة أموال مخصصات ومقدرات الشعب العراقي واضحة للعيام لذلك أنتجوا لنا شقين شق السياسي وهو مجموعة لصوص أهمهم الوحيد المادة وشق آخر هو شق الميليشيات والمافيات والعصابات التي تقتل اليوم أبناء الشعب العراقي كان السابق من تحت ما يسمى الدفاع عن المكون أو المذهب وقاموا بعمليات قتل ممنهج طائفي استهدفوا فيها محافظات معينة حتى عام 2014 استطاعوا أن يحرقوا مدن بأكملها ومحافظات ويهجروا أهلها ولكن للأسف الشديد لم يدرك أبناء الشعب العراقي وخاصة أهلنا الأحرار الأبطال في جنوب العراق أبطال ثورة نشرين المباركة هذا الأمر إلا عندما تظاهروا المطالبين بأبسط حقوقهم التي ينص عليها تنرس عليها كل القوانين والأعراف الدولية ولكن ما الذي جنوبها عندما قامت تلك الزمرة التي قتلت في المصر قامت تقتل في الناصرية والبصرة وبمدن جنوب العراق وقاموا باستهداف المتظاهرين والخطف وعمليات التهجيد والوعيد والتهجير وقتلوا أكثر من 800 شخص شعب عراقي بريء وأستطاعوا أن يعوقوا الكثير من آلاف من المتظاهرين ويصيبهم بعهات مستديمة أدرك الآن الشعب العراقي بأن البؤرة التي تحكم العراق الآن والميليشيات التي تحكم العراق الآن خلائل كاتيوشا استهداف البعتاري الدبلوماسية القتل المواطنين الخطف الليلة أمشه هدنا استهداع وطابق مخابرات عراقي عندما قتلوا ندرك جيدا بأن هذه المنظومة التي أرادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع عراق ندرك جيدا بأن كل ما يجري الآن سبق الخطة له ليس بنظرية المؤامرة ونظرية الأهواء وإنما بالدليل والمقاعع على الأرض وعلى الساحة ولا يوجد أي شخص يستطيع أن ينكر بأن ما يحدث الآن في العراق هو في قمة الفساد ما يحدث الآن في قمة الطائفية ما يحدث الآن في العراق هي أكبر دولة في العالم تنتشر فيها الميليشيات التي تأخذ أموالها من الشعب العراقي وتقتل أبناء الشعب العراقي وولاءها لدول أخرى وتقوم بالاعتداء على دول الجوار مثل ما حدث مع السعودية والسادة سنعود مرة أخرى بعد أن نتابع هذا التقرير عن احتلال العراق وما هي الآثار التي خلفها هذا الاحتلال على العراق والعراقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نتابعنا هذا التقرير المصور عن احتلال العراق والآثار التي خلفها هذا الاحتلال والدمار على العراق والعراقيين بالعودة إليك مرة أخرى الكاتب والمحل السياسي لسادة عبدالقادر النايل مرحبا بك مرة أخرى سادة عبدالقادر يعني الأمريكيون قصفوا العراق بما يعادل 250 قنبلة ذرية من اليورانيوم يعني هذا الأمر رغم اعتراف الأمريكيين بأن هذه الحرب هي حرب غير قانونية يعني ما هي المسؤولية التي اتقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا عن الآثار التي خلفها هذا الدمار وخلفتها هذه الحرب بالإضافة إلى قتل الكثير من النخب المجتمعية وقتل الكثير من العراقيين وازدهار صناعة الأعداء من الداخل العراقي وازدهار أيضا صناعة السجون المعتقلات السرية والعلنية من يتحمل المسؤولية من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من البريطانيين والإيرانيين يتحملون المسؤولية الكاملة عما جرى في العراق من تدمير وما وصل به الحال من إزهاق الروح العراقية بطريقة واضحة تماما الاستهداف الذي حصل للعراق والكمية الكبيرة التي استخدمت فيها من القوة والقنابل والأسلحة المحرمة دوليا والتي هي جاءت مدعية أنها تريد غزو العراق لأن العراق فيها أسلحة دمار شامل يؤكد حجم الحقد الأمريكي على العراق وخصوم العراق تحديدا إذن هناك مشروعا خبيثا يريد استئصال العراق ولذلك الغزو الأمريكي عندما جاء للعراق سبقه تحضيرات مهمة ينبغي أن نستدعيها اليوم في ذكرى انطلاق الغزو الأمريكي الظالم والاعتداء الغاشم على العراق وهي أن هناك قانونا جرت تصويت عليه في الكونغرس الأمريكي عام 97 ما يسمى تحرير العراق ومن ثم أعقبه في زمن الديمقراطيين زمن الجمهورين بزمن المجرم جورج بوش على هذا الأساس يؤكد على أهمية العراق ولذلك إذا ما رجعنا تاريخيا أن أسباب الأساسية في السيطرة على المنطقة تبدأ باحتلال بغداد وعلى هذا الأساس هولوكو عندما جاء واحتل بغداد كان طلق منها إلى المناطق والدول الأخرى والعواصم الأخرى فلذلك حتى أسباب نهوض الدول التي نهضت وحكمت العالم جاءت واتخذت من بغداد ملهجا للنهوب وهنا أشير إلى الدولة العباسية والدولة العثمانية وجميع ما جرى من دول فيما بعد كلها قالت تنظر وصوب العراق وصوب بغداد تحديدا لذلك كانت بغداد حكمت العالم قرون هي ليست عاصمة سهلة فعلى هذا الأساس أن الماكنة الحقيقية عندما تريد أن تسيطر على الشرق الأوسط في كل احتلال هو يذهب باتجاه للسيطرة على بغداد وهنا حقيقة ليست من مجال الصدفة ما جرى من احتلال الأمريكي للعراق وأخر يعني نحن نعلم أن قبل تسعة أربعة انتشرت الدبابات الأمريكية داخل بغداد وشهود واضحين على ما جرى في معركة المطار وغيرها لكن اختاروا تسعة أربعة لأنه يوافق سبعة صفر وهو نفس سبعة صفر لهولوكو عندما أعلن احتلال بغداد لذلك عملية اختيار حتى التواريخ في عملية احتلال بغداد لم تكن عبثية هم يصممون على مشروع التدمير لبغداد لأنه سيفضي إلى تدمير المناطق الأخرى ولذلك لم يأتي الاحتلال حتى يدمر فقط الجيش أو يدمر ما يجري الآن في العراق إنما جاء بمنظومة مشروع التدمير الشامل للعراق وهنا حقيقة بعضما وصلتنا من معلومات مؤكدة وبعض المراكز البحوث الأمريكية الذي بدأت تفصح عن بعض التقارير أنه كان هناك مشروع مصوت عليه داخل اللوب الأمريكي هو مشروع تدمير العراق ليس كنظام سابق ولا بغض النظر عن ما جرى من تطورات أو ما يخيفهم من وجود الجيش العراقي وتاريخي إنما هو عملية انهاء العراق كعراق لذلك المشروع الذي تبناه بولي بريمر وهو يستمر عشرين عاما مشروع تدمير العراق بني على تدمير القوات العسكرية والأمنية بكل صنوفها وإخراج الضباط منها وبالتالي لو كان هناك عقلا يقول أن الاحتلال الأمريكي جاء ليحتل ثم لا يذهب باتجاه صناعة الفوضى لحافظ على الضباط وبالتالي أعاد هيكلة الأجهزة الأمنية يمكن أن تساهم حتى في حماية وجوده لكن هو ذهب باتجاه التدمير ثم التدمير الاجتماعي عبر زج الطائفية السياسية من أجل وهذا ما جرى في تأسيس مجلس الحكم حتى يتم هناك مشروع تقسيم المنطقة إذن ما كان في العراق مشروعا خطيرا يلتهم الشرق الأوسط وليس فقط العراق ولذلك ابتدأوا من بغداد لكن فوجئ الجميع بسرعة انطلاق المقاومة العراقية وخروج المقاومة الذي أحرجت وهو خروج مسلح أحرج الآلية العسكرية الأمريكية الذي مرغل أنوف جنودها وقواتها واستقباراتها بالأرض لذلك كان هؤلاء الشباب الذين لا يملكون إلا الوسائل البدائية أركعوا الدبابة الأمريكية التي كانت تصور للعالم بأنها الدبابة البرامز التي لا تقهر وأسقط الطائرات الأمريكية والفلوجة شاهدة على المقاومة الحقيقية عندما أجبرت أمريكا رغم استخدامها لأسلحة الدمات الشامر والفسفور الأبيض والذي إلى الآن تعالي منه من الحالات المشوهة والولادات والقتل الجماعي أجبرت أن تتفاوض مع أهالي الفلوجة وتسليم الفلوجة لأهلها وتسليم العسكريين كان مشهودا للإعلام في ذلك لذلك حقيقة الآثار التي ترتبت على احتلال العراق من تدمير وقتل اليوم شاهدة والواقع الميداني يؤكدها لأننا نتكلم عن خمسة مليون طفل يتيم في أقل الحالات نتكلم عن مليون أرملة نتكلم عن ملايين العراقين الذين أسقطوا نتكلم عن سجون موجودة في العراق نتكلم عن انهيار بنيا متكاملة من التعليم والاقتصاد ومن الصحة وهذا الواقع الميداني هي آثار واقعية لما يجري لا تحتاج لا إلى شرح ولا إلى حقيقة إنما هي شواهد دالة واضحة تماما على ما جرى من آثار كارثية للاحتلال الأمريكي فضلا على أن العراق العالي الآن من أسلحتهم المدمرة ومن الفوضى الذي صنعوها في العراق بمساعدة إيران منذ اللحظة الأولى ومنذ تأسيس مجلس الحكم لأن حقيقة الأثر يدل على المسير عندما أوكلت الولايات المتحدة مجلس الحكم لكل ما يسمى بالمعارضة داخل إيران ومرتزقة إيران أن يكونوا هم قادة مجلس الحكم واضح تماما على حجم أن هناك احتلالا مركبا وأن هناك تحالف الشياطين من أجل اقتلاع العراق لكنهم حقيقة فوجئوا بهذا الشعب شعب الجبارين الذي صنع المعجزات أمام هذا ولأنه ترك وحيدا لأنه لو لم يترك وحيدا لقلنا أن هناك مساعدات وأن هناك مريعة حتى الشعوب العربية والشعوب المسلمة التي تحضم العراق من مساعدة شعبه لذلك ترك وحيدا ليذبح وينحر من الوريد إلى الوريد لكن الشعب العراقي لا زال صامتا ولا زالت كل المؤشرات تدل على أن الشعب العراقي سينهض من جديد لأنه يستأنف كل مراحل القوة والنفوض في مواجهة هذه المشاريع الخبيثة الذي أصبح الوعي وهو طبعا عندما تكسب معركة الوعي ستكسب كل المعارك الأخرى معركة الوعي الآن متجذرة بالشعب العراقي ولا سيما في جيل شبابه الذين تطلع لإليهم في المستقبل لأنهم هم قادة المستقبل نعم ابقى معي أستاذ عبدالقادر ناليل سأعود إليك مرة أخرى بالعود إليك أستاذ محمد جواد فارس الباحث السيئسي من لندن يعني الكثير من المراكز الأمريكية البحثية تحدثت عن أن هناك مشروع لتدمير العراق لا يخفى علينا أستاذ محمد وعلى الجميع أن هناك بسرد التاريخي هناك الكثير من المصطلحات التي ترادفت إلى أسماعنا منها خارطة الطريق منها الفوضى الخلاقة والتي تحدثت أيضا أستاذ محمد عن كيسنجر وما جرى في ثنايا ما كتبه أستاذ محمد يعني من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى حققت الأحزاب والحكومات التي نصبتها واشنطن في المنطقة الخضراء هذه الأهداف التي وضعت من قبل طبعا نصبت هذه الأحزاب التي استلمت السلطة بعد 2003 من أيام هياد علاوي وحتى الكاظمي أنها ترسم لهم مخطط لولايات المتحدة ترسم لهم مخطط وهم جاهزون بتنفيذه وهذا المخطط هو استمرارية لتدمير العراق في كل الاتجاهات اجتماعيا واقتصاديا صحيا وتعليميا وهذا ما نرىه ونشاهده يوميا ما يجري في العراق من تدمير ولذلك هذه الشلة التي هي استباحت العراق من أجل مطامح وخاصة عندما يعمل هؤلاء الزيول إلى إيران بتوجيه غربة إلى الاقتصاد العراقي وعلى سبيل المثال عندما انتهت الصناعة والزراعة في العراق أصبحوا يتجهون خوب إيران من أجل الاستيراد من إيران وإيران لم لم تزيل أبدا أي عقبة اتجاه هؤلاء بحيث أنها حتى سخرتهم من أجل تبديل العملة حتى يكون الاقتصاد الإيراني في خير والدولار الذي يستوردوه من العراق يحول إلى إيران لسد ثغرة الحصار الأمريكي على إيران في اقتصادياته إذن قضية قضية تدمير المدن بالكامل قضية حرق البساتين قضية قتل الثروة السماكية قضية الضغط على العملة العراقية كلها من الممارسات التي نفذت في زمن حكومات ما بعد الاحتلال هذا الأمر تراه مقصودا سيد محمد طبعا بالتأكيد أنه هذا ظن المخطط الإمبريالي الصيوني اللي جاءوا به الأمريكان وبمساعدة إيرانية لتنفيذها على يد العملاء الذين هم مشاركون الآن في السلطة تحت تسميات معينة ولذلك هذا معروف لدى الشعب العراقي أنهم دمروا المزارع والسمك حتى السمك لم يأكل منهم وبالعكس أنهم صناعات طبعا غير مرغوب فيها ودمرت المصانع التي كانت في النظام السابق شغالة على قدم وساق وهي تعمل من أجل تحسين وضعية الاقتصاد العراقي حتى لا يبقى هذا الاقتصاد هو اقتصاد ريعي معول على النفط وتحيرة برميل النفطي شكرا لك أستاذ محمد جواد فارس بالانتقال لك أستاذ زياد السنجري طبعا القوة الوطنية كان لها السبق والدور في مقاطعة مقارعة المحتل ومقاطعة عمليته السياسية هيئة علماء المسلمين مثالا على ذلك إلى أي مدى ترى أن ما كانت تراه الهيئة وإلى الآن قد تحقق في العراق منذ احتلاله عام 2003 نعم أثبتت الأيام دقت ورجاحت أقل وحكمة الهيئة عندما اختارت الطريق الصعب وسبحت عكس التيار وقاطعت العملية السياسية ولأت بنفسها عن إفرازات الاحتلال الأمريكي على العراق الحقيقة الهيئة وكثير من القوى الوطنية الأخرى استطاعت أن تقول كلمتها وأن تدفع ثمن باهر ثمن هذه الكلمة وهو عدم الدخول في مهاترات وستجالات ومناكفات العملية السياسية وإفرازاتها وإلقاء الضل على الشعب العراقي الهيئة كانت مصيبة إلى حد كبير جدا وكانت متيقنة بأن الهيئة وعلمائها ورجال الهيئة وكل مناصرية حيئة وكل مناصرية القوى الوطنية في داخل العراق وفي خارج العراق أقرأ أن هذه العملية السياسية التي ولدت من رحمة الاحتلال الأمريكي الإيراني على العراق ستكون وبال على الشعب العراقي ولم يدخلوا إلى العملية السياسية رغم سياسات الترهيب أولا ومن ثم الترهيب عندما قامت العملية السياسية باشتثاث كل الكفاءات الوطنية وطاردت كل القامات والشخصيات في الهيئة وفي الأحزاب والتيارات والأشخاص الذين قارعوا الاحتلال وقارعوا الأمريكان والإيرانيين ورفضوا الدخول في متاحات العملية السياسية التي أصبحت اليوم واضحة للجميع لأن عملية سياسية دمرت العراق بشكل كامل شكرا لك أستاذ زيادة سنجري كنت معنا عبدالسكايب من بيننا أستاذ عبدالقادر أنهاي الأخيرا إلى أي مدى كشفت ثورة تشرين العراقية السلمية يعني كشفت عورة ما خلفه الاحتلال من حكومات عملت على تدمير العراق وسرقة العراقيين لثورة تشرين حقيقة مهمة ستراتيجية ومرحلية وفي مفصل مهم من تاريخ العراق حيث استطاعت أن تلعب دورا مهما في مواصلة النظال الذي ابتدأ من 2003 في مقارعة الاحتلال ومشاريعه السياسية وكان يعول على أن تكون هذه المناطق الجنوبية هي إهام بأنها حاضنة للعملية السياسية والمشروع التدمير الأمريكي لكن هذا الوعي الحقيقة الذي انطلقت به ثورة تشرين أسست لمرحلة جديدة قلبة الطاولة على اللاعب الإقليمي الإيراني واللاعب الأمريكي ولذلك لم تدعم مخرجاتها وغضى الطرف عن قتل شبابها ورجالها ونسائها واعتقالهم ومطاردتهم وإطلاق هذه الميليشيات الطائفية الموالية لإيران والعملية السياسية والاحتلال مطلقا في عملية القتل والتدمير فلذلك كان لها دورا مهما ثورة تشرين في مواصلة النظال العراقي وأنها تعول على الوعي الجديد ولذلك كشفت وعرت كل العملية السياسية والأحزاب مما جعل حقيقة أن هناك أملا في نفوض العراق سيكون أسرع مما هو متوقع لدى القوة التي نهضت الاحتلال واستشرفت أن هناك ربما أكثر من عقدين من الزمن ستناظل من أجل استعارة العراق الآن بثورة تشرين أصبح هناك حقيقة الأمل اقترب الوقت وبالتالي قلصت المدة التي كانت ربما تتوقع أن تطول لثلاثين عاما أنا أتوقع أن السنوات القادمة والسنتين تحديدا للقادمتين ستلعب دورا مهما في تاريخ العراق ولها انعطافات كبيرة ومما سيسهل عملية استعارة العراق إلى شعبي شكرا لك أستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معي عبر سكايت من عمان وأيضا نشكرك شكرا جزيلا الأعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري عبر سكايت من دينا شكرا لك وأيضا أشكر موصول إلى الكاتب والوحف السياسي الأستاذ محمد جواد فارس من لندن شكرا لك أستاذ محمد في الختام مشاهدين الكرام تقبل ومني أطيب تحية أخوة في أمان الله اشتركوا في القناة